السلام عليكم معاكم سارة عطية من قناتي احلى واسهل مع سارة اوقات كتير بيكون عندنا مناسبة وبنحب نعمل طرطة لكن ناس كتير بيقابلها مشكلة الكيك الاسفنجي النهاردة هنعمل طرطة هشة جدا وفي نفس الوقت طعمها جميل قوي ومن غير كيك اسفنجي خالص هنعملها بكيك عادية ولكن بطريقة هشة جدا يلا نشوف المكونات مع بعض اول حاجة بالمضرب الكهربائي هنبتدي نضرب الزيت والسكر مع بعض معنا 3-4 كوب من الزيت وكوب ونص من السكر الناعم هكتب لكو برضو المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف هنبتدي دلوقتي نشغل المضرب الكهربائي ونضربهم مع بعض لغاية ما يمتزجوا كويس طبعا لو مفيش مضرب كهربائي عادة اقداري تشتغلي بالمضرب اليدوي المهم نضرب جامد تمام كده دلوقتي بقى هنبتدي نضيف معنا خمس بيضات هنضيف بيضة بيضة ونرجع نضرب يعني كل ما تختفي بيضة هنضيف البيضة اللي بعدها نضيف البيضة التانية زي ما انتوا شايفين كده اختفت كده هنضيف بقى البيضة التالتة ونضرب تاني والربعة ودي الخمسة وهنضيف معاها نص معلقة صغيرة من الفانيليا ونرجع نضرب بقى لغاية ما البيض يفتح لونه ويعني يكون قريب كده للون الكريمي تمام كده كده اللون بقى حلو جدا هنبتدي بقى نضيف المقادير الجفة معنا تلاتة كوب من الدقيق عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج بودر وربع معلقة من البيكنج سودا دول كلهم انا عملتهم مع بعض في بولة ومزاجتهم مع بعض ضفت منهم معلقة معلقة وحبتدي بقى اضيف كوباية من السيفن اوب هضيف نص الكوباية الاول واضرب وهضيفهم بالتناوب مع باقي الدقيق او باقي المكونات الجفة وزي ما قلتلكم المقادير بالزبط هكتبها لكم في صندوق الوصف هرجع نزل دقيق تاني احاول اوزعه كده بالمعلقة فوق البيض عشان يحافظ على الهيشان بتاعه واضرب تاني وبعد كده هنزل باقي السيفن اوب يبقى انا كده استخدمت كوباية من السيفن اوب حطيتها بالتناوب مع المكونات الجفة ده كده اخر حاجة معايا من الدقيق هنزلها بقى ونزل الجناب كويس وارجع اضرب تاني هنضرب لغاية ما يمتزك بس الدقيق ما نحاولش نبالغ في الدرب ونزل الجوانب كده عشان ما يبقاش فيه اجزاء ما اضربتش تمام كده عندما جهزنا خليط الكيك انا جبت هنا حلة هستخدمها لان هي القطر بتاعها 20 سنتي وفي نفس الوقت عالية هحط فيها من تحت ورق زبدة وابتدي اضهن ورق الزبدة ده برضو بالزيت يعني تأكيدا على ان الكيكة ما تلزقش ان شاء الله هي مش هتلزق بس انا بحب برضو ضمنا احط زيت دلوقتي بقى هندهن بالفرشة كده الورق الزبدة كويس وهندهن برضو جوانب الحلة كويس طبعا لو انتو عندوكو سنية خبزة صغيرة تقدروا تستخدموها هنزل بقى خليط الكيك بتاعي تمام كده وابتدي بقى اديها كده كم خبطة على الرخامة عشان تطلع الهوى الزيادة وبكون مسخنة الفرن على 180 وبدخلها لغاية ما تاخد اللون الحلو هي بتقعد في الفرن حوالي ساعة الا ربع المهمة قبل ما نخرجها نختبر الاستوى بتاعها بخلة اسنان طلعت معنا الكيكة هي زي ما انتو شايفين قلبناها على سلك عشان تبرد عايزاكو بردو تشوفوا الارتفاع بتاعها قد ايه؟ يعني بصوا استهب المسطرة 10 سنتي بالزبط يعني بتطلع عالية جدا وان شاء الله تكون حلوة قوي دلوقتي بقى هسيبها في التلاجة تبات كده وتاني يوم هستخدمها عشان تكون احسن معايا في التقطيع طلعنا كده الكيك من التلاجة هنبتدي بقى نقطعه والقطع متساوية انا هستخدم القطاعة دي كده لو مش عندكم تقدروا عادي تستخدموا الخيط انا هقطعها لتلات طبقات طبعا الطبقات دي ترجع لكم انتو زي ما انتو عايزين عملوها تقدروا تعملوها اتنين هنبتدي اول حاجة بالسكينة كده نحدد الطبقات اللي احنا عايزينها وبعدين هنشيل بقى القطاعة ونفسلهم عن بعض بالخيط الخيط افضل حاجة لفصل طبقات الكيك لانه بيطلعه متساوي وحلو جدا يعني مش بيفرويله زي ما مثلا ممكن السكينة تفرويله معاكم زي ما انتو شايفين كده خلصنا كده هقط فعملتهم لتلات طبقات زي ما انتو شايفين هنسيبهم بقى على جنب ونبتدي نحضر الكريمة دلوقتي بقى هنجهز الكريمة معانا كوبين من كريمة الخفق هنحط عليهم اربعة كياس من الكريم شانتي انا مستخدمة هنا دريم ويب ونبتدي بقى بالمضرب الكهربائي نضربهم كويس لغاية ما الكريمة تمسك نفسها وتعمل بوز البطة زي ما انتو شايفين كده ده القوام اللي احنا عايزينه بيكون حلو جدا في الاستخدام دلوقتي بقى هنبتدي نعمل التورتة هنحط دلوقتي بقى القعدة اللي هنحط عليها التورتة بتاعتنا وهنبتدي نحط عليها قطعة من الكريم شانتي ونفردها عليها عشان نثبت بيها الكيك على القعدة بتاعتنا هنفردها الاول قبل ما نحط الكيك ونحط عليها دلوقتي اول طبقة من الكيك معنا ودلوقتي بقى هنبتدي نسقيها بالسيفن اوب طبعا نقدروا يعني نستخدموا بقى سيفن اوب او تقدروا تستخدموا شربات خفيف وممكن عصير يعني تقدروا تسقيوها باللي انتو عايزين وانا مستخدمة هنا سيفن اوب عشان يعني استخدمتوا في الكيك وكده المهم نسقي الطبقة بتاعت الكيك كويس عشان تطلع طرية معانا وحلوة وبعدين هنغطيها بقى بالكريم شانتي من فوق تمام كده هنحط بعد الوقتي الطبقة التانية من الكيك ونسويها كده بقدينا فوق الطبقة التانية وبرضو هنسقيها تاني بالسيفن اوب ونكرر نفس الخطوات اللي عملناها نسقي بالسيفن اوب وبعدين نحط الكريم شانتي وبعدين نحط الكيك تاني لغاية ما نخلص التلات طبقات تمام كده خلصنا كده خلاص نبتدي بقى نغطي الكيك كله بالكريم شانتي من برا بعد ما غطينا الكيك كله بالكريمة نبتدي بقى نسويها من فوق ونخليها كده طبقة ملسة من برا يعني نسوي الكريمة من برا كويس لغاية ما تتساوى معانا الاطراف والحواف من برا نسويها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده نشيل اي زيادات من الكريمة تمام كده خلصنا كده بقى هندخلها التلاجة تسقع ونديها طبقة تانية من الكريمة لحد ما تبرد معانا التورتة في التلاجة شوية هنجهز الفراولة اللي هنعملها عليها من فوق معانا هنا شوكولاتة خام متسياحة في حمام مائي على الاول حاجة هنجفف الفراولة كويس بمنديل مطبخ وبعدين هننزلها في الشوكولاتة ونتلعها تتصفى على سلك زي ما انتوا شايفين الاول نجففها بالمنديل وبعدين بنزلها في الشوكولاتة تمام كده اطلعها بقى على سلكة تتصفى من الشوكولاتة كده خلاص خلصنا كل الكمية اللي معانا حطتها كده على ورق الزبدة عشان ازينها من فوق بخطوط من الشوكولاتة هنبتدي كده بالشوكولاتة البني معايا هنا شوكولاتة بقى برضه وبيضة متسياحة في حمام مائي هنعمل عليها كده خطوط بالشوكة للي ما عندوش حاجة يزين بيها من فوق بالشوكة عادي كده ننزل عليها خطوط بيضة واللي عنده يعني الاداة دي زي اللي عندي دي كده يعمل بيها خطوط من فوق يعني ما توقفوش نفسكو على حاجة عادي اللي عنده اي حاجة يستخدمها تمام كده والشوكولاتة البيضة هعمل عليها خطوط بالشوكولاتة السودة بس كده وعدخلها التلاجة تسقع طلعنا التورطن من التلاجة عشان نديها الطبقة التانية من الكريمة بحيث لو في اي فراغات او اماكن مغططهاش الكريمة الطبقة التانية بتغطيها تغطيها كاملة بنحط برضو الكريمة عليها من بره وبعد كده برضو بنسويها ونشيل الكريمة الزيادة بعد ما غطيناها نبتدي برضو نشيل كده الزياد ونسويها بقى من فوق ومن الجناب تمام كده بعد ما سوينا الطبقة التانية من الكريمة كويس اوي هنبتدي بقى دلوقتي نغطي السطح بتاعها من فوق بالشوكولاتة معايا هنا شوكولاتة خام مسيحيها عادي في حمام مائي وضفت لها كريمة عشان تديني القوام السيل هعمل بيها الاول خطوط من على الحواف بحيث ان هي تنزل لي الشكل اللي هو السيل من على الجناب ولو فيه اي منطقة ما لقيتش فيها خطوط نزلة هاجي فوقيها كده واعمل نقطة خفيفة بحيث ان هي تديني الخط اللي هينزل على الترطة من الجنب يعني زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده بزبط الجناب الاول وبعدين بخش على النص الف الترطة كده لغاية ما حس ان الشكل كده من الجناب عجبني جدا ابتدي بقى خلاص املى كل الترطة من النص بالشوكولاتة بس ما نروحش على الاطراف تاني عشان بقى خلاص انا زبطتها تمام كده خلاص كده غطيناها كلها بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين هندخلها برضو التلاجة تاني تسقع وبعدين نكمل الزينة بتاعتها اول ما الشوكولاتة تمسك نفسها هبتدي اطلع بقى الترطة وفي نفس الوقت هكون طلعت الفراولة بعد ما الشوكولاتة جمدت عليها ونبتدي بقى مرحلة التزين طبعا الزينة دي ترجع لكم يعني انتوا فنانين وتقدروا تعملوا حاجات احسن مني انا هحط كده شوكولاتة متزينة بالابيض جنبها واحدة بالاسود يعني وهعمل نص الترطة بالفراولة والنص التاني هكتب عليه هابي بيرث دي هرس كده الفراولة زي ما انتوا شايفين تمام كده وهكتب عليها بعد الوقت وبعد ما خلصنا الزينة من فوق هحط الشوكولاتة المدورة عليها من الاطراف وكمان في الاماكن اللي فاضية من فوق بس كده خلصنا ترتتنا خلاص زي ما انتوا شايفين يعني اتمنى تكون بسيطة وعجبتكم بجد عذاك تجربوها الكيكة هشة جدا ومحدش هيصدق ان انتوا عاملينها بكيك عادي يعني وما فيهاش طبعا خوف من الفشل من الكيك الاسفنجي يارب كده تكون وصفتنا للنهاردة عجبتكم وتكون كده خفيفة عليكم لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس كان معاكم صارعاتية اشوفكم فاصة جديدة باي باي